يحظى الطفل باهتمام كبير في معرض القاهرة الدولي في دورته الثالثة والخمسين وسط اقبال جماهيري ضخم على جناح الطفل بالمعرض وتقدم الهيئة العامة للكتاب في معرض الطفل العديدة من الكتب المتنوعة وبأسعار مخفضة جدا بالإضافة إلى مجموعة تتناول بطلات الجيش المصري المزيد في سياق التقرير التالي لا طالما احتوى معرض الكتاب بين جنباته الكتاب والناشرين الصغار والكبار وها هو في نسخاته الثالثة والخمسين يستقبلهم ليعرض مواهبهم الفريدة للزوار الذين وصل عددهم في الأسبوع الأول لما يقرب من نصف مليون زائر نزل المعرض النهاردة ككاتبة ودهت تاني مرة أنزل المعرض على التوالي دهت أول عمل فرد لها كتاب خواطر قلب خواطر نوفا بعد سلسلة متعددة من الكتب المجمعة كان لها في 2021 ستة كتب مجمعة وورقي وسبعة إلكتروني المعرض طبعا حدث عظيم حدث ساني وعظيم بيمثل مصر كلها والوطن العربي اللي ما يكونش عالم كله طبعا بالمشاركات اللي موجودة من الموجودين على مستوى العالم وفي الحقيقة ده أول مرة أحضر وأنا شايف يعني الحاجات فعاليات كبيرة جدا وفيه إقبال كبير جدا في المعرض وفيه يعني شايف بلاد كتير مشاركة هنا ودي حاجة كويسة جدا تكون على أرض مصر يعني فيه مشاركة عربية بشكل فعال يحتوي أيضا معرض الكتاب هذا العام على جناح خاص بالأطفال ويتضمن الجناح عددا من الأنشطة الترفيهية مثل الرسم والعروض المصرحية بالإضافة لتشكيلة متنوعة من الكتب التعليمية المقرؤة منها والمسموعة جيت قبل كده عشان أنا أصلا بحب الكتب بحب أقرأ أنا بحب كتب العلوم وبحب كتب الكيميا المعرض كذلك يعمل على تنمية الوعي والثقافة عن طريق الندوات التثقيفية في شتى المجالات من سياسية ومجتمعية ورياضية والتي تفتح الباب للنقاش وطرح الرؤى والأفكار كاريم بيبرز التلفزيون المصري